ومع ذلك احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على حجم هائل من الاصلاحات الاقتصادية على وضع تصور وواضح ورؤة في ملفات مهمة جدا للدولة ازاي تشجيع القطاع الخاص العمل بصورة كبيرة جدا بارقام مش مجرد كلام على ازاي نزود مساهمة القطاع الخاص بارقام محددة لمدة 3-4 سنين قادمين بحيث يبقى هو الرقم الاساسي والفاعل في حجم الاستثمارات الكلية اللي في الدولة المصرية ويقود القطاعات المحددة اللي احنا حطناها في وثيقة سياسة ملكية الدولة الدولة ازاي تعظم من الاستفادة من اصولها من خلال برنامج طروحات واشراكة مع القطاع الخاص يعني كل ده احنا بنتحرك فيه اصلاحات ضريبية النهاردة ان شاء الله وانا بقولها لحضراتكم بدأناها واطلقناها وحنعلنها يمكن على الاسبوع القادم بصورة نهائية وحنبدأ ندخل حتى بالتعديلات التشريعية بتاعت عشان نقرها من البرلمان قبل نهاية هذا العام عام 24 عشان تبقى مفاعلة باذن الله وكل هدفها ان احنا نحل المشاكل المتركمة ونيسر على مناخ الاعمال في خلال الفترة الجاية تبسيط اجراءات احنا بنشتغل عليها في هذا الموضوع